معي من بغداد دكتور إحسان أشومري رئيس مركز تفكير السياسي العراقي مساء الخير أهلا بك معنا دكتور إحسان إذن رغم التصريحات بأنه لم يتم إطلاق نار حتى الآن ولم يتم ولكن ثمت أمر بالتوغل داخل كاركوك هناك مهلة أعطيات وهناك تأهب أيضا من جانب البشمرقة كيف ترى المشهد؟ شكرا على الإصدافة سيدتي لا يوجد إلى حد هذه اللحظة أوامر من القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي باشتياح كاركوك على العكس القوات نعم تعيد انتشارها في المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش وهذا الانتشار يأتي في إطار حماية هذه المناطق ومسك الأرض ومن ثم أن تواجد البيشمرقة هناك أمر غير قانوني على اعتبار أن المناطق المتنازع عليها لا تزال ضمن السلطة الاتحادية لا زال موضوع دخول كاركوك غير وارد على اعتبار أن دكتور العبادي لا زال يعتمد الدستور والعقلنة عقلنة السلطة والأداء والخطاب وهذا بحد ذاته يبدو ناجحا إلى هذه اللحظة خصوصا وأن قوى كردية داخل قليم كردستان الآن باتت تندفع باتجاه الغاء الاستفتاء ونتائجه ومن ثم الانطلاق بحوار على أساس الدستور وهذا بكل الأحوال سيكون مخرجا للأزمة ومن ثم عزل الانفصاليين في قليم كردستان طيب يعني دائما من حتى قبل الاستفتاء ما كان يحكى بهذا الموضوع اللي قلته يعني وفق الدستور بأن كاركوك وكأي مناطق متنازع عليها تحت طبعا السلطة الاتحادية إداريا واقتصاديا ولكن المشهد كل المؤشرات على الأرض اليوم تدعونا إلى التفاؤل أم أننا أمام مرحلة يعني نحن أصلا أمام مرحلة حساسة جدا إلى أين ممكن أن تصل يعني ما السيناريو الآخر غير الذي قلته يعني أنا غير متشائم لا أتصور بأن استخدام القوة سيكون حاضرا نعم هناك بعض الفصائل من البيش مرقية تابعة لبعض الأحزاب والشخصيات السياسية تحاول التصعيد محاولة منها لاستدراج بغداد لصدام مسلح لكن هذا لا يعني بأن بغداد ستنسحب لهذه المساحة التي تريد من خلالها هذه الجهات إظهار بغداد على أنها هي من تعتدي على الكرد مقابل ذلك أنا أتصور بأن الفرضية الآن والسيناريو الأقرب هو أن يتم العودة إلى بغداد خصوصا في ظل تمسك بغداد بالدستور وشرعية الدستور وأيضا أن القوى السياسية حتى مرة أخرى عود إلى بعض القوى الكردية تدفع بهذا الاتجاه سبب الأزمة في كاركوك وما نفع هو محافظ كاركوك المقال من قبل البرلمان وهو متهم بقضايا فساد كبيرة لا أتابع أسمعك ولكن هذا يعني بموضوع المحافظ ولكن هذا السبب الذي أشعل يعني وصحيح أشعل كل ما يعني من سنين المطالب ويعني كأن كل الموضوع طفع على السطح من خلال نقطة المحافظ نعم بالتأكيد سيدتي المحافظ هو سبب هذه الأزمة خصوصا وأنه بات يستخدم بعض فصائل البيش مرقى في قضايا ليست يعني أولا مرتبطة بالتغول على السلطة الاتحادية وإنما أكثر من ذلك هو عمليات حرق وحتى تهجير للعرب والسنة والاعتداء على التركمان وبقية المكونات هناك جذور للأزمة نتحدث عن مطالب كردية نتحدث عن عقود من الزمن وحتى أنه في مخاوف من دول أخرى بأن يتأثر أكراد هذه الدول إن كان بالعراق أو إن كان بسوريا أو تركيا سيد اليوم نتحدث أو بإيران سياسيا يعني انطلاقا من تفاؤلك سياسيا هل ثمت ما لا نعرفه من مفاوضات أو خلف الكواليس يبشر بالأيام القادمة؟ يعني بتصور أن بغداد تعول على صوت العقل الذي يشرط إليه قبل قليل ما صدر من مسؤولي الاتحاد الوطني في السليمانية وأيضا حركة التغيير الرافضة لتوجهات سيد مسعود برزانه وحزبه وبعض المسؤولين هناك بالإضافة إلى فعاليات سياسية أخرى ومجتمعية يبدو أن الموضوع هناك تواصل لكن لا نقول أن هناك حوار لأن بغداد وضعت اشتراطات أولا لغاء الاستفتاء ونتائجه وثانيا للاعتماد على الدستور والإيمان بوحدة العراق وبالتالي تسليم المناطق المتنازع عليها إلى السلطة الاتحادية بالإضافة إلى أن تكون المحافظات هناك في شمال العراق والتي كونت أقليم كردستان خاضع للسلطة الاتحادية من ناحية الإشراف والرقابة وحتى التنسيق المشترك في حال توفر هذه الشروط على مستوى القبول فبكل الأحوال الأبواب مفتوحة حسب الستراتيجية التي انطلق بها الدكتور حيدر العبادي أنا أشكرك جزيلا من بغداد دكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي ترجمة نانسي قنقر